دم أحلى أحلى وأجمل في بقوتي لدي حياة حلوة ممكن هذا المرض ممكن ما لازم نسميه مرض السرطان مرض السلامة لأن بخليك تظهري لحاجات أنت ما بتكوني فكرتيا أبدا بيين عليكي ناس كيف بيوقفوا معاك كيف وكيف في ناس ما بتكوني خاطرين مبالغ أنه بيوقفوا معاك بس بيوقفوا معاك بهذا المرض صح الحمد لله إن شاء الله في ميزار حسناتهم إن شاء الله يا رب كنت خبرتين قلت أنه أنا قبل من المرض بالسرطان كنت نعالج مرض السرطان خلينا دوك نقوله بعد ما عشتي مربة التجربة بعد ما عاشتها هي لأنه مش كما واحد يعرفها نظريا ويعالج ويشجع الناس بالكلام كما واحد عاش تجربة خرج منها ولا هو يشجع الناس عن التجربة وشنوه الاختلاف اختلاف كبير أحكي لنا عليه ما بتكوني أنت كمريض السرطان وتشندي لمريض السرطان تشتغليله تحسي بأوجاعة تعرفي شو هي حاسة شو هي عم تتوجع وانا مثلا بجي بيعمل لهم بحس فيهم بقولوا لي شو لون أنت بقولوا أنا عايشة هاد الشي ببارف كون شو بتحسوا وانت بقولوني انت مريضة هيك ما تنا بقول لون اي وعم تشتغلينا بقول لون اي شو رح تخلص الدنيا متل ما أنا متل ما انتو حاسي فيكم متل ما انتو حاسين متل ما دنيا بدأت استمر أصلا في مرضى بشتغلون بينسوا حالا انه هننا مراض وقت بيشوفوني انو أنا عم بستعمق مع مثلا مرة كبيرة بقولوني انتي السادقة صغيرة بس انو مثلي مثلك مريض السرطان مرض السلامة أهلا وبسهلا عادي مرحلة وبتمر مرحلة وبالجوز علش تعتبر السرطان هو مرض السلامة مش مرض لي يقتل علش سميتيه بهذا التسمية مرض السلامة مرحلة أقطو أما بمين لك بعض الناس على الحقيقة بدأت تكوني بهذاك الوقت اللي أنت فيه أصد الناس مابرا migلون بدي قللك ياها يمينو لك شغلات الثانية تعرف أنه كيف بدك تتخطي الحياة تعرف كيف بدك تقاومي لذلك يخليك توقف� على رجليك تشوف المنظور تبعية الحياة بدي أمشي من هون ولا من هون بدي أمشي هيك طريقة الصح وكأنه جوجب هدايا معا